دلوقتي لسه ما وصلتش لرؤيتك لإصلاح الإسلام قدي حضرتك يعني لخص لرؤيتك لإصلاح الإسلام وهي السواب سواني أهو بس أنا لازم أعلق على بعض النقط اللي تقالت فعلى سبيل المثال قتل الآخر أنا لاحظت هنا وبرضه ما الله مع احترام الشديد يعني حقك المطلق في إبداء رأيك كما أقول إن حضرتك بتذكوري آيات وبتغمض الطرف عن آيات أخرى يعني إزاي يعني مثلا على سبيل المثال فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ده نص في قرآننا مش نص نص يعني إذا أنا لو فكرت أعتدي عليك لأي سبب من الأسباب فإن الله دي صفة الله التي لا تتغير الحاجة الثانية على سبيل المثال الإكراه الآخرين على الدين يا كذا النص القرآني لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي النص القرآني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ماذا يقصد بقد تبين الرشد من الغي فمن شاء أنا أتخل في الأخرى دكتورة وفاء الآية وضحة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دي مشيئة الله نفسه سبحانه وتعالى درك المشيئة الإلهية أن لك حرية الاختيار يا أخي من أعلى الذي يحرم آخر من حرية الاختيار فأنا كل اللي بقوله الآتي حينما نأخذ آيات يعني من العدل من العدل أننا نضع الآيات الأخرى في الاعتبار عشان أنا ممكن أمسك أي خطورة الآية الوحدة أعديم إحدى المشاكل وأنا لا أناقش ولا أجادل في أن مفاهيم الإسلامية عبر التاريخ معظمها بيدعو لحاجات فيها عنف ومحتاجها تتغير لكن فيه ناس وصلوا بمفاهيم الإسلام لمستوى فكري نقدر نقول راقي عبر التاريخ برضو قليلين خلينا أقولك حاجة يعني بعد ما يخلص هو تعلق يعني ما فيش مقطع عشان أعى بس عشان أعلى أنا أسأله خلينا دلوقتي خلينا نمشي معك خطو خطو أنت دلوقتي بتؤمن أن النص الإلهي ده نص زي ما هو نزل من عند ربنا زي ما هو كده ولا ده يعني بتصرف بالنبي محمد نبي الإسلام هو اللي كتبه إلهام زي ما بيقول نصر أبو زيد ونصر حامد أبو زيد وتصرف فبالتالي كتب ما يلائم ثقافته في الوقت ده هل أنت تؤمن بكده نص إلهي ولا بين فئة ما معنى أن القرآن كلام الله أليس السؤال هو ما إذا كان كلام الله قديما أزليا أم محدثا مخلوقا فذلك كان السؤال قرورة في تاريخ الإستجابة للسؤال المسيح حول تناقض القرآن في فهم المسيح بجمعه بين كونه وكلمة الله ورحمته من جهة وبين كونه إنسانا مخلوقا من جهة يعني نصر أبو زيد بيقول أنه إحنا فهمنا للقرآن أنه مخلوق ثقافي هيشيل التناقض اللي موجود في القرآن لأن فيه تناقض مثلا على سبيل في 75 آية تسامح تم نسخها بآيات القتال وإن الدين عند الله الإسلام هل أنت تؤمن بالنسخ والمنسوخ؟ لا ليه بقى ليه بقى أديني فرصة أقول لك الآية التي تستخدم في النسخ والمنسوخ تقول ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلا ألم ترى أن الله على كل شيء قدير فأول سؤال نسأله هنا ما هي القدرة في أن تلغي شيء؟ هذه أصلا مش قدرة ثانيا الله زي ما ذكر في القرآن بيقولك ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فإذا نبدأ نفكر هنا هو إيه الموضوع؟ كلمة ينسخ تأتي في القرآن بمعنى يعين؟ الأول هو الإلغاء فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته دي دي ينسخ ما يلقي دي يلغي ولكن تأتي بمعنى آخر زي ما قالك خذ انسخ لدي اعمل لي نسخة منها إنك أنت تكوبي حاجة أو تعمل تسبتها وتدونها يعني الآية بتقولك إيه؟ هذا كتابنا دا يوم القيامة ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فجاءت كلمة النسخ وده اللي أنا بقصد به بالمفاهيم وهارجع تاني ألمنك الموضوع ده إن مجرد بتنظر الآية من خلال إن كلمة النسخ لا تعني فقط للغاوة إنما قد تعني التثبيت وهنا تثبيت الآية ما ننسخ من آيات أي ما ندون من آية من الآيات السماوية السابقة زي عصات موسى أو غيره أو ننسها يعني لا ندونها فالمقابلة هنا الناس تنساها شوف حتى في مقابلة لغوية نأتي بخير منها أو مثلها نأتي بأجمل منها ومثلها وهي بدلا من آيات الله السابقة وفي كسر قوانين الطبيعة ستكون الآيات الحالية هي القوانين الطبيعة التي علينا أن نتأمل فيها بس كده أنت بتخالف كل التواصل الإسلامي في النسخ والمنسوخ هما بيقولوا المعلماء المحدثين والقدامة أخي من احتكر الفكرة لنفسي